أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان في حضرة الشغور الرئاسي إثنان يمسكان بخيوط المرحلة ميقاطي الذي خرج من جلسة تلاوة رسالة عون ومعه تشيك نيابي للاستمرار تصريفا وتكليفا على قاعدة أنلابد الآخر وبره الذي حافظ على ماء الوجه ممسكا بإدارة معركة انتخاب الرئيس أما التيار العوني فرضية بعذر تحديد العمل الضيق للحكومة بعد التأكد أن رسالة لم تؤتي ثمارها وأصبحت إرثا للحفظ في الأدراج الاستدارة إلى الرئاسيات حتى مهى انسحاب نواب الكتائب والتغييريين وبعض النواب المستقلين باعتبار أن المجلس النيابي هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر وحدد برئ الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة خامسة مع أخذ العلم أن الجلسات الأربع السابقة اختبرت أشكال التعطيل الممارس من ثنائي وتيار في الأحجام عن الترشيح ولعبة النصاب ولم يبرز أي خرق يعدل في النهج المعتمد والمفاجآت الغائبة رئاسيا انسحبت أيضا على المجلس الدستوري الذي رد أربع الطعون وثبت نيابة كل من سنتيا زرزير وفريد الخازن وسعيد الأسمر وفيصل الصيغ على أن يبت بالستة الطعون أخرى لاحقا ترجمة نانسي قنقر